موسيقى يمر قطاع السياحة في الاردن في هذه المرحلة بعقبات وتحديات فرضتها التوترات الامنية في المنطقة الى جانب ضعف التسويق والترويج السياحي وظهرت نتائجه جليا بتراجع المؤشرات السياحية فقد انخفض الدخل السياحي 9% خلال اشهر الثمانية الاولى من العام الحالي الى نحو مليار و 966 مليون دولار التقرير التالي يصلط الضوء على اهم التحديات التي تواجه القطاع الاحداث الساخنة في المنطقة العربية من اكبر التحديات التي تواجه القطاع السياحي في الاردن الذي يعاني من تراجع في مؤشراته الهم الاكبر كان هو الوضع السياسي احنا صحيح بلد امن ومستقر لكن جزء من المنطقة فبالتالي يعني مهما حاولنا ان نساعد في ترويج الاردن سياحيا اعتقد انه الوقت يعني لا يصفنا في انه ننطلق بحملة كبيرة ضعف حجم المخصصات لترويج الاردن سياحيا في دول العالم تحدي اخر يواجه القطاع الآن الهيئة تعكف على تنفيذ خطة غير مسبوقة في الاسواق الاوروبية بدأت الخطة تنفيذها في السوق البريطاني والمانيا وفرنسا طبعا تستهدف المستهلك مباشرة لاحظت بجزء وسائل اعلام في هناك تكسيات تجوب شوارع المانيا الجهات العاملة في قطاع السياحة تواجه معيقات داخلية وصفها وكلاء السياحة والسفر بالتنظيمية عدم مشاركة الجميع في تسويق الاردن من اجل انها تكون مقصد سياحي مستقل لانه احنا ما زلنا كمقصد سياحي يعني مستقل الى حد ما ولكن بالتعاون مع بعض الدول يعني جزء من السياحة بتكون في دولة وجزء في الاخر اهم الشغل احنا عمال بنعاني فيها عملية ازدواجية التعليمات او المزاجية في تطبيق التعليمات في بعض المراكز الحدودية والمعابر من احد المعيقات للعمل السياحي اللي هو غلاء وكلفة المنتج الاردني رغم التحديات التي تواجه القطاع السياحي الا ان الاردن يشهد حركة جيدة من قبل السياح التحديات التي تواجهها قطاع السياحة خلال هذه المرحلة كبيرة تستدعي تضافر كافة الجهود للحاق بالركب والتغلب على الوضع الصعب الذي وصل اليه القطاع السياحي والذي يحتاج الى اجراءات فورية ليلى خالد رؤيا